بحجة وباء كورونا ومنذ تسجيل أولى الحالات لدى الاحتلال تحجر ما تسمى بمصلحة السجون على أخبار الأسرة وتمنع ذويهم من زيارتهم الأمر الذي صعب على هيئات الأسرة معرفة أخبارهم أو لطلاع على ملفاتهم خاصة المرضى منهم إضافة إلى منع إيصال مستلزمات الوقاية لهم في ظل انتشار فيروس كورونا حالة من التعتيم الكامل على أوضاع الأسرة الفلسطينيين سادت مختلف سجون الاحتلال منذ بدء تفشي فيروس كورونا فبهذه الحجة قطعت ما تسمى مصلحة السجون حلقات التواصل مع الأسرة بداية بمنع زيارات الأهالي كليا وعدم السماح لمحامي الأسرة من الإطلاع على ملفاتهم الطبية خاصة الأسرة الذين يعانون أوضاع كارثية داخل السجون هذا إلى جانب منع طواكم الصليب الأحمر الدولي من تأمين المستلزمات للحركة الأسيرة منذ جائحة كورونا تذرع الاحتلال بهذه الجائحة مانعا المحامين من التواصل المباشر مع الأسرة من التمكن من زيارتهم في إجراءات وقائية تحافظ على حياة الأسرة من جهة وعلى حياة المحامين من جهة أخرى إلا أن هذه كانت حجة لمنع المحامين من زيارة السجون والتواصل مع الأسرة والاطلاع عن أوضاعهم عن كثب وفي ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد ما يتعرض له الأسرة من تنكيل وتعذيب على هذا الصعيد حملات الاعتقال والتنكيل بالأسرة لم تتأثر بسوء الأوضاع الصحية التي تسود بشكل عالمي بل استمرت بإهمال علني لصحة الأسرة منذ لحظة الاعتقال وأثناء التحقيق معهم دون مراعاة شروط السلامة والوقاية التي نصت عليها قوانين منظمة الصحة العالمية حالات الاعتقال المتواصلة في مختلف المحافظات الفلسطينية قبل يوم أمس اعتقالات في بيتريما وفي كوبر وفي العسوية وفي غير ذلك من البلدات والكرة والمدن الفلسطينية أي أن حملات الاعتقال والتحقيق القاسي والمذل في أقبط التحقيق الإسرائيلي ما زال متواصل بحق العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني وكذلك الانتهاكات متواصلة في مختلف السجون الإسرائيلية رغم المطالبات من قبل العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية أن تلتزم إسرائيل مواثق جينيف الثالث للتعامل مع الأسرة داخل هذه السجون ولكن إسرائيل ترى في نفسها دولة فوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني نقص حد في مستلزمات الوقاية داخل السجون من المعاقمات ومواد التنظيف ما يحذر من تبعاته ناد الأسير إذ إنه من المحتمل في أي لحظة أن يتفش الفيروس داخل السجون وبين الأسرة فتصبح حياتهم بشكل كامل في خطر وشيك من مدينة رام الله المحتلة محمد حسين رؤيا